اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما تعرف فإن الغطاس لا يتنفس سحت الماء إلا بوجود استوانة غاز هذه الفقاعات هي عبارة كما تعرف عن هواء هو هواء الزفير الذي يطلقه هذا الغواص كل فقاعة من هذه الفقاعات عبارة عن مجموعة من جزيئات الغاز جزيئات الهواء المتجمعة مع بعضها البعض طبعاً الغاز هذا عبارة عن مائع هذا المائع موجود داخل مائع كبير اللي هو الماء لماذا يصعد مائع الغاز داخل مائع الماء طبعاً إجابتك رح تكون لأنه الغاز أقل كثافة من الماء لذلك يصعد الغاز ويصعد الهواء إلى أعلى جميل جداً عندما بدأ العلماء في دراسة الغازات والضغط لاحظوا وجود بعض العلاقات المثيرة للاهتمام وكانت أول علاقة يتم اكتشافها هي قانون بويل بالنسبة إلى العالم الكيميائي والفيزيائي روبارت بويل وهو أحد أشهر علماء القرن السابع عشر الميلادي دعنا نرى مع بعض قانون بويل لاحظ معايا ماذا يحدث للحجم الغاز إذا زاد الضغط عند ثبات درجة الحرارة الآن لنتخيل مع بعض هذا الوعاء الأول لاحظ أن الدرجة الحرارة الآن لا تؤثر في هذا الوعاء ماذا يحدث لحجم المائع لداخل هذا الوعاء إذا زاد الضغط عليه لاحظ معايا زودنا الضغط لاحظ أن الحجم يشتر فيه لاحظ قارنا الحجم الحجم الآن قل إذا كلما زودنا الضغط قل الحجم الآن درجة الحرارة ثابتة لا تؤثر في هذه الحالة إذا مرة أخرى كلما زاد الضغط كلما قل الحجم أيضا أبغاك تشوف المسافات بين الجزئات لما كان الضغط خفيف مسافات كبيرة جدا لاحظ الآن أن المسافات بدأت تقل وكلما زاد الضغط قلت المسافات بين هذه بين هذه الجزئات إذن أكمل الفراغ التالي تكون العلاقة بين الحجم والضغط عند ثبات درجة الحرارة علاقة عكسية لأنه كلما زاد الضغط قل الحجم جميل إذن تذكر في العلاقة العكسية يكون حاصل ضرب المتغيرين يساوي مقدارا ثابتا اذكر نص قانون بويل والعلاقة الرياضية طبعا العلاقة الرياضية لبويل عبارة عن الضغط مضروبا في الحجم يساوي الضغط مضروبا في الحجم ما نص قانون بويل أن حجم عينة من الغاز يتناسب عكسيا مع الضغط المؤثر عليه عند ثبوت درجة الحرارة إذن العلاقة بينهم علاقة عكسية ركز جيدا في فقعات الهواء ماذا تلاحظ أبغا تركز هنا في فقعات الهواء لهذين الغواصين ماذا تلاحظ أبغا تدقق النظر وتركز في الفقعات التي للتو خرجت من هذا الغطاس كيف هي صغيرة جدا 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 وبعد مسافة معينة زاد حجمها وكأنها تفجرت ما هو السبب في ذلك لاحظ الغازات هنا كيف حجمها كبير جدا والغازات في البداية يكون حجمها صغير جدا إذن حجم فقعات الهواء تبدأ بحجم صغير ومن ثم تتفجر وتصبح أكبر بكثير والسبب يعود إلى نقصان الضغط المؤثر عليها كلما صعدت إلى أعلى إذن فقعات الهواء كلما بتصعد إلى أعلى الضغط بيقل عليها فيزداد حجمها هل يقولنا أن هناك علاقة بين الضغط والحجم كلما قل الضغط زاد الحجم العلاقة ذكرنا أنها علاقة عكسية بعد ذلك وبعد مئة عام اكتشف العالم تشارلز في أثناء تبريده للغاز أن حجمه يتقلص بمقدار واحد لكل 273 من الحجم الأصلي عند انخفاض درجة حرارته بمقدار درجة مئوية واحدة أو درجة سيليسيوس واحدة الآن العالم تشارلز لاحظ أن هناك علاقة بين الحجم وبين درجة الحرارة كلما برد الغاز كلما قل حجمه العلاقة بينهم بين الحجم ودرجة الحرارة علاقة طردية لأنه كلما قلت درجة الحرارة قل الحجم لاحظة مع بعض أي أن العلاقة بين حجم الغاز ودرجة الحرارة علاقة طردية خلينا نشوف مع بعض العالم تشارلز كيف توصل إلى هذه العلاقة مع أنه في ذاك الزمان لم يكن هناك آلات ولم تكن هناك تقنية تخفض درجات الحرارة إلى درجات حرارة صغيرة جدا جدا العالم تشارلز قام بتجربته على درجات حرارة سهل الحصول عليها في ذاك الوقت لاحظ قام عند درجة قام بالتجربة عند درجة حرارة 100 درجة مئوية فتحصل على حجم مقداره تقريبا 56 بعد كده بدأ ينقص درجة الحرارة فيقل معه الحجم يقل درجة الحرارة يقل معه الحجم تقل درجة الحرارة يقل معه الحجم إلى أن وصل إلى درجة حرارة مقاربة للصفر لاحظ أن الحجم قل من تقريبا 56 إلى تقريبا 43 طبعا في ذاك الزمان لم يكن هناك أجهزة تستطيع أنها تبرد أكثر من الصفر فقام العالم شارلز بمد خط المنحنة البياني لإكمال التجربة ولاحظ أنه عند وصولنا إلى درجة سالب 285 تحت الصفر فإن الحجم يصبح يساوي صفر بعد أن قام بمد المنحنة البياني لبياناته عند درجة الحرارة المخفضة جدا تبين له أنه إذا انخفضت درجة الحرارة إلى سالب 273 درجة سيليتيوس فإن حجم الغاز يصبح صفر سميت هذه الدرجة بالصفر المطلق والتي تمثل الصفر بمقياس الكلفن إذن الصفر بمقياس الكلفن هو سالب 273 الآن نريد أن نذكر نصق مانون شارلز والعلاقة الرياضية له نبدأ في العلاقة الرياضية لاحظ الحجم في بداية الحالة مع درجة الحرارة عند هذه الحالة تساوي الحجم في نهاية دراسة الحالة بسم الدرجة الحرارة عند نهاية دراسة هذه الحالة إذن نصق قانون شارلز يقول عند ثبوت الضغط فإن حجم عينة الغاز يتغير ترديا مع درجة الحرارة كلما قل الدرجة الحرارة كلما قل الحجم كلما قل الحجم كلما قلت درجة الحرارة عند دمج قانون بويل وقانون شارلز مع بعض فإنها نحصل على القانون العام للغازات دعنا نرى مع بعض القانون العام للغازات إذن القانون العام للغازات يدرس الغاز في حالة تغير الضغط وفي حالة تغير الحجم وأيضا في حالة تغير درجة الحرارة لاحظ معايا القانون العام للغازات إذا قمت بتثبيت الضغط الضغط P فإني أحصل على قانون شارلز وإذا قمت بتثبيت درجة الحرارة T فإنني أحصل على قانون بويل ضع الحرف المناسب من القائمة التي على يمينك بما يناسبها في القائمة التي على اليسار نبدأ العلاقة بين درجة الحرارة والحجم العلاقة بين درجة الحرارة T P والحجم V هل هي علاقة بويل ولا علاقة تشارلز ولا القانون العام للغازات ولا مقياس الكلفن تشارلز لو تذكرنا سنجد أنها عبارة عن قانون شارلز العلاقة بين الضغط P والحجم V هل هي قانون بويل ولا القانون العام للغازات ولا مقياس كلفن إذن عبارة عن قانون بويل الصفر المطلق وسالب 273 سلسيوس هل هو القانون العام للغازات ولا مقياس الكلفن إذن مقياس الكلفن هو الذي يوجد فيه الصفر المطلق بعد كده العلاقة بين المئوي والفهر هاي T هل هي القانون العام للغازات ليست القانون العام للغازات نشوف اللي بعدها العلاقة بين الحجم والضغط ودرجة الحرارة هي عبارة عن القانون العام للغازات والذي يدرس العلاقة بين V P و T نشوف مع بعض هذا المثال الحسابي عينة من غاز الإرجون حجمها 20 لتر الآن أعطاني الحجم ونرمز للحجم بالرمز V درجة حرارتها 273 كلفن نرمز لدرجة الحرارة بالرمز T عند ضغط جو مقداره 101 كيلو باسكال إذن أعطاني الآن الضغط فإذا خفضت درجة الحرارة إلى 120 كلفن الآن أعطاني درجة الحرارة بعد الإنخفاض نرمز لها بالرمز T 2 وازداد الضغط إلى 145 كيلو باسكال إذن الآن أعطاني الضغط الثاني بعد الزيادة احسب الحجم الجديد يريد إيجاد الحجم بعد أن تغير درجة الحرارة وتغير الضغط إذن أحد سنستخدم قانون الغاز العام وهو يريد إيجاد الحجم الجديد يريد إيجاد V2 إذن سيصبح القانون بالشكل التالي نضرب الطرفين في T 2 P 2 نضرب T 2 P 2 للتخلص من P P T و T يصبح القانون بالشكل التالي V2 تساوي P1 V1 T2 T1 P2 T1 الآن نعوض بالمعطيات الموجودة أمامنا في الضغط الأول هو عبارة عن 101.3 كيلو باسكال ربا في ألف ضرب الحجم الأول 20 لتر ضرب درجة الحرارة بعد أن انخفضت 120 كلف مقصوما على درجة الحرارة البداية التي هي 200 73 مضربة في الضغط بعد أن ازداد وأصبح 145 كيلو باسكال يعني نضرب في ألف سأجد أن الحجم يساوي 6.1 لتر إذا هذا هو الحجم الذي أصبحت عليه هذه العينة ما هو الغاز المثالي وهل هو موجود في الحقيقة؟ سأجد الغاز المثالي هو نموذج فيزيائي تخيلي لتصرف المادة في الحالة الغازية نرى فإنه مناسب لوصف غازات ذات كثافة منخفضة يعني إيش ذات كثافة منخفضة؟ هذا يعني أن عدد جزيئاتها قليل جدا من خصائص هذا الغاز أن حجم الجزيئات مهملة بالنسبة للوعاء ثاني شيء التصادمات بين الجزيئات في هذا الغاز تصادمات مرنة لا تفقد فيها طاقة ولا تكتسب طاقة لا تفقد فيها درجة الحرارة ولا تزداد فيها الحرارة أيضا من الخصائص أن حركة جزيئات هذا الغاز حركة عشوائية دون مؤثرات خارجية تؤثر عليه إذن هذا الغاز غير موجود في الحقيقة إنما هو فقط نموذج فيزيائي عند استخدام نظرية الحركة الجزيئية نستطيع أن نجد أن الثابت في القانون العام للغازات يعتمد على عدد الجزيئات إن وضح ذلك افترض أن عينة من الغاز موجودة في وعاء وأن درجة الحرارة والحجم سابتان افترض أنك قمت بزيادة عدد الجزيئات ما الذي سيحدث الآن سيزداد الضغط في هذا الوعاء لماذا؟ لأن أنا زودت عدد الجزيئات الجزيئات طيب لو قمت الآن بإنقاص عدد الجزيئات ما الذي سيحدث لو أنقص عدد الجزيئات سأجد أن الضغط سيقل سيقل لأن عدد الجزيئات قلت إذن هناك علاقة وطيدة بعدد الجزيئات ان جميل قانون الغاز المثالي يتناسب طردياً مع عدد الجزيئات هذا هو قانون الغاز المثالي لكن هناك بعض التعديلات التي يجب أن نجريها عليه R هي عبارة عن ثابت بولتزمان N عدد كبير جداً وعدد الجزيئات لذا يجب أن نستخدم المول بدلاً من عدد الجزيئات والمول الواحد يساوي عدد أفوغادرو من الجزيئات إذن سيصبح القانون بهذا الشكل حيث أن P هي الضغط و V هو الحجم و N هو عدد المولات و R هو الثابت بولتزمان و T هي درجة الحرارة عدد المولات لكي نجدها أحياناً نحتاج إلى هذا القانون حيث تمثل N كتلة العينة المدروسة وتمثل M capital الكتلة المولية للمادة جميل قانون الغاز المثالي فعال في جميع الحالات إلا في حالة عندما يكون فيها الضغط عالي جداً أو تكون فيها درجة الحرارة منخفضة في هاتين الحالتين لا يكون قانون الغاز المثالي فعالاً إذن قانون الغاز المثالي يتوقع عملياً سلوك الغازات بصورة جيدة ما عدا الحالات تحت ظروف الضغط العالي والمتوسط المتوسط المنخفض العالي إن ذكرنا أنه تحت ظروف الضغط العالي لا يصبح هذا القانون عملياً عدد الجزئات في عينة من المادة كتلتها تساوي الكتلة المولية من المادة هذا عبارة عن ثابت بولتزمان عدد أفوغادرو التمدد الحراري الباسكال إذن عدد الجزئات عبارة عن عدد أفوغادرو نرى هذا السؤال إذا كان معدل الكتلة المولية لمكونات الهواء تسعة وعشرين جرام لكل مول فما حجم ألف جرام من الهواء عند ضغط مقداره واحد في 10.5 باسكال ودرجة حرارة مقدارها 293 كيلفن علماً بأن ثابت بولتزمان 8.31 باسكال في متر تكعيب لكل مول يكلفن نكتب المعطيات أول معطيات أعطاني هو في السؤال هو عبارة عن الكتلة المولية M capital طلب مني إيجاد حجم الهواء أعطاني أيضاً الضغط وأعطاني أيضاً درجة الحرارة وأعطاني أيضاً ثابت بولتزمان أعطاني أيضاً كتلة العينة التي تساوي 1000 كرام إذن نبدأ بإيجاد N small عدد المولات تساوي كتلة العينة مقصومة على الكتلة المولية إذن N small تساوي عدد المولات يساوي كتلة العينة اللي هي 1000 كرام مقصومة على الكتلة المولية اللي هي 29 كرام سأجد أنه عدد المولات يساوي تقريباً 34.48 مول جميل الآن لاستخدام قانون الغاز المثالي نوجد الحجم سيصبح القانون بهذا الشكل V تساوي N في R في T مقصومة على الضغط معوض الآن في القانون عدد المولات 34.48 مضروبة في ثابت بولتزمان 8.31 مضروبة في درجة الحرارة اللي هي 293 كل هذا مقسوماً على الضغط والذي يساوي 1.15 في 10 أس خمسة سأجد أن الحجم يساوي تقريباً 0.82 لتر إذن تعلمنا اليوم قوانين الغازات وبدأنا بقانون الذعك أتغل تعلم لتقريب بعد درجة الحرارة تقريب على شهر وهو القانون الذي يدعس التغير في الحجم والضغط ودرجة الحرارة 看到 على ذلك أخذنا الغاز المثالي وقلنا أنه غاز غير موجود حقيقة ولكنه افتراضي حتى يسهل علينا دراسة الغازات الخفيفة هذه مراجع درسنا لهذا اليوم وللتواصل أو المزيد من الدروس الرجاء زيارة عين بوابة التعليم الوطنية وأمامكم أيضا قنوات التواصل شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة